اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذه الرؤية تدل على الرزق والمال وكأن البكاء بكاء فرح مش بكاء حزن رؤية بكاء الام ثم الضحك شفت امي في المنام تبكي ثم ضحكت هذه الرؤية تدل على الفرج تدل على زوال المشاكل والهموم والاحزان اما رؤية ضحك الام ثم البكاء رؤية مذمومة انا سوف امتنع عن تفسرها لكن هي رؤية مذمومة للغاية اما رؤية البكاء مع الصراخ ده من نسبة للام طبعا الكلام كله عن الام بكاء الام وكن ان اشوف البكاء كمان معاه او مصاحب للصراخ تدل على الشر القادم للرأي ومع شديد الاسف ان هناك مكروه سوف يحدث له بكاء الام احيانا جماعة يدل على الاشتياق لأولادها ويدل احيانا ومع شديد الاسف على المرض ويدل على عدم رضاها عن الرأي بكاء الام للعزباء تدل على الخطوبة او الزواج بكاء الام للمرأة المتزوجة تدل على السعادة الزوجية والغريب ان قد يدل على العكس ان تدل احيانا رؤية بكاء الام على الفراق وتدل احيانا على الفقر وتدل احيانا على سوء تربية هذه المرأة المتزوجة اللي هي صاحبة الحلم سوء التربية لأولادها طيب المعاني الكثيرة دي لواحد لشخص واحد اللي يشوف الرؤية لا طيب نعرف امتى تكون الرؤية دي معناها فقر امتى فراق امتى سعادة زوجية من سياق الحلم نفسه اما بكاء الام للمرأة الحامل وبها ونختم تدل على حسن المولود وسيكون بارا بامه ان شاء الله تباركه تباركه تعالى انتظرونا في اللقاءات القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة